شاركت غرغدة مجموعة من الاصطريهات على انستغرام بعد حادثة سقوط من المرجوحة اللي تعرضت له قبل يوم وطمأنت المتابعين عن حالتها مرحبا يا حلوين كيفكم؟ عذروني مبارح مدة ششة هيكا كل موجودة باشي بس عشان كنت كثير تعبان صراحة مع الأدوية المرخية على آخر فكنت نايمة كثير بس أموري هلأ أحسن أما أبعث صومي وليد خالد مقدات فغادر المستشفى أبريوم وتم استقباله من طرف أبناءه بالبيت حيث شاهدنا لقطات جد مؤثرة من لقائهم من خلال فيديو شاركوه على يوتيوب حقق ملايين المشاهدات ألف الحمد لله على سلامته اتعرض فريق نور مار وبالأخص الشباب من الفريق لهجوم كتير كبير أمس بعد مشاركتهم لفيديو على يوتيوب واللي شافوا البعض غير لائق وشاركوا هاشتاغ بنت العراق وبنت سوريا شرفهم خط أحمر فقرر نور الرد من خلال استوريهات على انستغرام علق فيها بي من عندما عملت فريقه فيه بنات صار يجيني وجع راس كتير والمشكلة أنه بنات مائلهم علاقة فلا حدا يلومني بالأيام الجاي إذا أخذت قرار معين وأضاف هذا التعليق على الفيديو على يوتيوب أما أبو فلا وبمناسبة تخطيه لحاجز 16 مليون مشترك على يوتيوب أطلق حملة جديدة وكان مضمونها بناء مستوصف يعالج أكثر من 10 ألاف شخص شهريا وتمكن من جمع الـ 300 ألف دولار وهذه كانت ردة فعله سبعة لاب شير عشر تلاف فيسبوك نشط الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبها المناسبة قامت أسو ببعت باقة من الورود لأبو فلا وشكرها من خلال هالسطوريهات وعلق أحد المتابعين بمتى الزواج وهي كانت ردة فعل أبو فلا وبالحديث عن أسو فتم قبل يوم توثيق حسابها على انستغرام فألف مبروك لأسو من نجاح لنجاح أكبر إن شاء الله أما نارين بيوتي فوضحت سبب اختفاءها عن الـصطوريهات انستغرام لفترة طويلة من خلال هالـصطوريهات مشتقتلكم مشتقتولي قايف كتير ناس عم يبعطولي مسجات وينك مختفية عن الـصطور شو عم يصير معك أول الشي ما عم مصور لأنه متل ما شايفين شكل أكلي شكل حدا صار له ببيته الشهر وثاني الشي ما عم مصور لأنه جدوى النومي كلياته تغير علقت بنو سلسلات رمضان وعم نام كل يوم تسعة الصبح بحضر عشر حلقات بليوم أما نور ستارز ورغم أنها تملك أكثر من عشر مليون متابع على انستغرام إلا أنها اختارت عدم مشاركة أي صورة أو فيديوهات أو هاشتغات لمساندة القضية الفلسطينية وإخواننا في فلسطين هذا ما أثار غضب الجمهور ودفعهم إلى التعليق وبشكل كتير كبير على آخر بوست شاركته على انستغرام واللي كان مسابقة ومعاتبتها لأنها ما شاركت بالحملة وليس فقط الجمهور بل عدد من اليوتيوبرس أيضا من بينهم ناجي القاق اللي شارك ستوري وهو عم يعمل انفولو نانور ستارز وكتب مؤثرين على الفاضي ولكن حدف الستوري بعد ساعات أما نور وبعد الهجوم شاركت صور على ستوري انستغرام لتدعم الأحداث اللي صارت بفلسطين ولكن الجمهور شاف أنها تأخرت بشكل كتير كبير فشو رأيكم أنتو بالموضوع؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات شكرا